إلى مهرجان العالمين طبعاً إحنا يومياً بيكون معنا متابعة لفعليات مهرجان العالمين الأكبر في عالم الترفيه دلوقتي عايزين نشوف ايه الجديد في هذا المهرجان اللي تم النهاردة من فعليات الحفلات الفنية بكرة الحفلات هتكون عاملة ازاي؟ الاستعدادات عاملة ازاي لهذه الحفلات؟ معنا باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري يا باسم مسأل خير عليك وقل لي ايه آخر الاستعدادات لحفل بكرة؟ مسأل فل زك يا شازل معك باسم أبو العنين من العالمين الجديدة النهاردة الصورة ما شاء الله ريعة وأكتر من ريعة كان فيه اقبال جماهيري وزخم جماهيري لمتابعة الأحداث اللي كانت موجودة النهاردة النهاردة نقدر نقول ان الحفلات كانت حفلات قوية يعني انتهى منذ قليل حفل فرقة هارموني في العالمين الجديدة في مصرح الشارع الفرقة دي طبعا من الفرقة اللي زعصتها في الفترة الأخيرة وهي مكونة من أكتر من متين من طلاب وطالبات جامعة عين شمس وهي بدأت فكرتها من خلال جامعة عين شمس وبرعاية السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بحيث انه يجمع بين الطلاب والطالبات اللي في جامعة عين شمس خصوصا الطلبة اللي هم على وشك التخرج أو تخرجوا بالفعل ولما زعصيت الفرقة يا فرقة موسيقية غنائية بدأوا يضموا لهم بالفعل طلاب وطالبات من جامعات مصرية أخرى وبعد اجتياز الاختبارات المطلوبة وتقديم كافة أوجه الدعم لهم هم كانوا موجودين النهاردة في مصرح الشارع في العالمين الجديدة كانوا بيقدموا ألوان من الفن المصري الفلكلور المصري بيعملوا ليه ريميكس بشكل جديد ريميكس للفن النوبي للأغاني للفنان محمد مونير للفنان عمر الدياب للموسيقى أو المزيكة أو الفن الصعيدي للأغاني المصرية سواء السينوية أو البدوية أنواع كتير ولقوا أن الألوان اللي هم بيقدموها دي بتلقى إقبال من الجماهير ومن كل تقريبا الأعمار والحفلة بتاعتهم ينتهت يعني ممكن نقول من أقل من ربع ساعة وبالتوازي معنا في حفلة جارياء دلوقتي للفنان أحمد سعد فيه على مقربة منا في العالمين وكان حاضر لها تجهيز من بدري وفيه جمهور يعني نقدر نقول كسافة في الحضور وطبعا الفنان أحمد سعد من الفنانين ذوي الصيد في عالم الغناء المصري النهاردة الحقيقة العالم عالمين بجد يعني وفيه إقبال كبير من كافة الموجودين هنا لحضور كل الفعاليات الفنية الموجودة في العالمين في ليلتنا النهاردة طبعا أنا بشكرك يا باسم وزي ما كنت بتقول أنه فرقة هارموني موجودة فمعاها جمهورها هو ده الغرض من تعدد والتنوع في هذا المهرجان رياضي فني ترفيهي حاجات كتيرة جدا موجودة في هذا المهرجان الجميل في الموضوع أنه كل فنان ليه جمهوره فجمهوره هيروحوا مخصوص لمجرد أن هم يعرفوا أنه موجود الفرق مش بكلم عن الفنانين فقط المصريين المشاركين في المهرجان والليلهم حفلات أنا بكلم كمان عن النجوم العالميين اللي هيكونوا موجودين في المهرجان بكل تأكيد كل واحد بيستادع كده جمهوره أول ما بيعرف أنه هو بيكون موجود باسم أول عينين مراسل التلفزيون المصري من العالمين بنشكرك جزيلا الشكر